موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن قطر سربت المطالب الخليجية وهذا يعبر عن عمق الأزمة قائلا إن تسريب المطالب يسعى لإفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة مضيفا أنه كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية على حد تعبيره كشفت اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد علي الحمادي التي بثتها قناة أبو ظبي كشفت للمرة الأولى عن الدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته قطر على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة فقد اعترف عميل الاستخبارات القطري أن جهاز المخابرات القطري خصص ميزانيات وموارد ضخمة لإقامة مواقع وحسابات شبكية وهمية مشبوهة تستهدف بث الإشعات والأخبار المفبركة والإساءة لرموز الدولة أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودة توغل قوات الشرطة لمائة وخمسين مترا في المحور الجنوبي بالمدينة القديمة غربي الموصل وقال جودة اليوم الجمعة أن وحدات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحقيق التماس مع قوات الجيش المتواغلة من الغرب باتجاه عمق المدينة القديمة وأشار إلى إنقاذ أربعين عائلة محاصرة وسط المنازل المفخخة في باب البيت تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بضعة مئات من الأمتار داخل البلد القديم في مدينة الرقة وأفادت وكالة هاوار أن تلك القوات أحكمت سيطرتها على مساحات واسعة من حي حطين وشارع الفردوس الاستراتيجي قرب وسط المدينة واجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب ورئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66 مليون و700 ألف دولار استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونسيف لمكافحة وباء الكوليرا في السياق ذاته حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أنه يخشى من أن تتجاوز الإصابات بوباء الكوليرا 300 ألف حالة في اليمن بنهاية آب أغسطس من 193 ألف حالة في الوقت الحالي أدى هجوم إرهابي بمركبة مفخخة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بالوشستان الباكستانية إلى سقوط قتلى وجرحة وأسفر الهجوم وفق السلطات الطبية في المدينة عن قتل أحد عشر شخصا من بينهم أربعة شرطيين وإصابة خمسة عشر آخرين من بينهم أفراد من قوات الأمن إلى اللقاء